نبدأ من الصين حيث بعث رئيس الصيني شي جينبينغ رسلة تهنئة إلى فوميو كشيدة بمناسبة انتخابه رئيسا لوزر اليابان أكد شي جينبينغ في رسلته أن تميطة العلاقات الودية بين جانبين يتوفق مع المصالح الأساسية للبلدين والشعبين ويؤدي إلى السلام والاستقرار والازدهار في آسيا والعالم وضف أنه يتعين على الصين واليابان لالتزام بمبادئ الوطائق السياسية الأربع بين البلدين تعزيز الحوار والتواصل وتعزيز الثقة والتعاون المتبدلين والسعي لبناء العلاقة الصينية اليابانية التي تلبي احتياجات العصر الجديد هذا وأيضا بعث رئيس مجلس دولة الصيني لكوتشانغ رسلة تهنئة إلى فوميو كشيدة لانتخابه رئيسا لوزر اليابان مشيرا إلى أنه يجب على جانبين الحفاظ على التوفق السياسي وتعزيز التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الثنائية على المسار الصحيح والترحيب بشكل مشترك بذكرى خمسين لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الصين واليابان العام المقبل موسيقى